دكتور محمد العناقر عميد كلية الأداب يسعدني حقيقة في هذا المساء للحديث عن كتاب الانتقال الكبير الأردن في القرن الحادي والعشرين ازدهار ومنعه هذا الكتاب الهم الذي جاء حقيقة في 8 فصول ليتناول مجملة تطورات السياسية والاقتصادية المتنوعة في الدولة الأردنية في مختلف جوانبها فقد جاء في 8 فصول أما الفصل الأول وهو ليتناول قيمة الدولة الأردنية الاستمرارية والتجديد ليتناول للحديث عن الهوية الأردنية وعوامل مكونات الدولة بإطارها العام أما الفصل الثاني وهو الذي جاء بعنوان السياسة والتحديات الاستراتيجية يتناول ما مره من أحداث سياسية في الدولة الأردنية تاريخيا وما مره خلال الفترة الماضية بما يتعلق في الربيع العربي وانعكاس ذلك في المنطقة العربية وفي الأردن وما واكب ذلك من تحديات استراتيجية على الدولة الأردنية أما الفصل الثالث جاء ليتناول الاقتصاد السعي نحو بناء ثروة المجتمع الأردني هذا فصل هام تناول اقتصادي للدولة الأردنية رغم إمكانياتها المتواضعة البسيطة لكن تناولها بمختلف الجوانب الزراعية والاقتصادية والمياه والرغي وغير ذلك أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان التحديات الكبرى لتناول التحديات التي واجهت الدولة الأردنية كتحديات اقتصادية وتحديات سياسية وممر بالمنطقة من ظروف سياسية طارئة أما الفصل الخامس وهو الخدمات العامة ونوعية الحياة التي متوفرة ووجودة في الدولة الأردنية وما قام به جلالة الملك خلال مرحلة حكمه 25 عام من تقديم خدمات متنوعة في مجال الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والشباب وغير ذلك فقد حققت المراد كما يصف له جلالة الملك أما الفصل السادس وهو الرياضة والشباب ورعاية الثقافة فهذا فصل هام نظرا الاهتمام جلالة الملك بفئة الشباب واهتمامه أيضا بالإنجازات إلى ما جاء مما حققه منتخبنا منتخب النشامة من التقدم الكبير في كأس آسيا والفصل السابع تلاول المجتمع والدولة الاستقرار والاستثناء الأردني هذا فصل هام ليجسد لنا حالة الدولة الأردنية بما مرت به من ظروف تأثرت بها من الواقع العربي والواقع الإقليمي لينعكس ذلك في حالة استثنائية صحية لدولة قوية رصينة خرجت من رغم هذه الظروف الصعبة أما الفصل الأخير وهو الفصل الثامن سيادة القانون والتحديات الإدارة العامة يؤكد هذا الفصل على قيمة وأهمية الدولة الأردنية وحركة الإصلاح التي دعا لها جلالة الملك بالإصلاح السياسي وأيضا دور السلطة أيضا القضائية إلى الحريات العامة وما ارتبط بذلك من إصلاح في الإدارة العامة هذا الكتاب حقيقة من الكتب والإصدارات الهامة التي أصدرها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بناسبة الجبيل الفضلية ولجلالة الملك السلطات الدستورية من الكتب القيمة الثرية تناول تاريخ الدولة وما حدث بها من تطورات بطريقة نوعية مختلفة تخدم المشهد العلمي والأكاديمي والثقافي بصورة علمية رصينة أدعو جميع المهتمين والباحثين وأيضا الأكاديميين وجميع من يهتم في الشأن الأردني إلى مطالعة هذا الكتاب الهام المتوفط الآن على رفوف مكتبة جامعة اليارموك الذي يحتبر من الكتب والإصدارات القيمة والهامة أدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر